كما أكد وزير الشؤون الخارجية والتجارة المجارية بيتر سيارتو أن بلاده ستتعمل على تسريع تنفيذ الاتفاقية التي تم توقعها في شهر يونيو بين مصر والاتحاد الأوروبي حول تخصيص دعم مالي من أوروبا إلى مصر وأكد المسؤول المجاري أن أوروبا لو خسرت التعامل الإيجابي مع مصر في مسالة الهجرة غير الشرعية ستكون لديها مصاعب كبيرة في التعاطي مع الضغط الذي ستشكله الهجرة غير الشرعية الاتفاقية التي تم توقعها في شهر يونيو بين مصر والاتحاد الأوروبي عن الدعم المالي من أوروبا لمصر نحن نطلب من الاتحاد الأوروبي أن يحول هذه المبالغ بأسرع وقت ممكن إلى مصر كذلك نحن نعجل أنه من صندوق السلام الأوروبي أن تحصل مصر على مساعدة مالية لحماية حدودها لمساعدتها في تأمين حدودها مصر عندها مسؤولية حماية 5000 كم من الحدود منها الحدود مع السودان وليبي أكثر من 2200 كم وهذه الحدودين يضع جمهورية مصر العربية أمام تحدي كبير من ناحية الهجرة غير الشرعية لو خسرنا التعامل الإيجابي لمصر معنا في مسألة الهجرة غير الشرعية وقتها سيكون عندنا مصاعب كبيرة في التعاطي مع الضغط الذي سيتشكل على أوروبا ونحن نحتاج إلى الحلفاء كمصر